ساعة يقولون أن الرئيس علي عبدالله صالح سيوقع على هذه المبادرة ساعة أخرى نسمع أن الحزب هو الذي سيوقع عليها سمعنا الكثير من المبررات ما هي قراءتك لما يجري الآن؟ بداية لابد الإكرار بحقك وهو أن الرئيس علي عبدالله صالح أظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية قدرة عالية جدا على المناورة السياسية في وجه كل المبادرات والوساطات التي قدمت لي هذا ليس رأيي الشخصي بل إجمع كافة المحللين والمراكبين لشأن اليمني إذا ما تحدثنا عن ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية المعلومات المتوفرة حتى الآن وفق الاتصالات التي أجريت خلال الساعات القليلة الماضية بين لندن ومصادر في الحكومة اليمنية بل وقريبة من الرئيس علي عبدالله صالح وأنه تحفظ على كثير من الخيارات التي تم توفيرها له من أجل تشجيعه على التفاقية لكنه رفضها جميعا حتى الساعة الرابعة إلى السادسة بتوقيت جرانيتش كانت الأمال كبيرة على أن الرئيس سيصل مع وسط الخليجيين إلى توفق على توقيع على هذه المبادرة المبادرة ولكن هذا لم يتم دعني أقول خلافا لما قاله الصديق الزميل عبد الجندي لأبوزير الإعلام اليمني المبادرة لا تتحدث عن حزب ولا عن مؤسسة ولا عن دولة حتى في اليمن تتحدث عن شخص الرئيس علي عبدالله صالح بصاحب وهذه هي النقطة التي أردت أن صالح منه عنها لكنه أعادنا إلى نقطة أن الحزب إذا كان سيوقع هو سيوقع نيابة عن الرئيس علي عبدالله صالح لأن الرئيس صالح هو رئيس الحزب الحاكم لا أحد يتحدث في الماضي عن حزب أو عن مؤسسة أو عن برلمان البرلمان تجاوز فترته القانونية بأكثر مما ينبغي الحكومة التي تدير البلاد هي حكومة تصريف أعمال والحزب الحاكم في اليمن هو وفق ما يراها الكثيرون آخر من يمكن أن يملي على الرئيس قرارات بل العكس والرئيس هو من يملي عليها إرادته دعني أقول أن مصادر الحكومة وحتى المصادر الكريبة من الرئيس علي عبدالله صالح قالت أن الأمل لم تتبدد تماما وأن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق ربما من الآن وحتى بعد ساعة من الآن إذا لم تسقط المبادرة كما يتخوف البعض هذا ما تقول مصادر الحكومة يمكن إقاذ ما يمكن إقاذه ربما وإعادة سياغتها أو أعطاء الرئيس علي عبدالله صالح ربما لضمانات هو يطالب بها أساسا طوني الاتصالات لا تزال جارية حتى الآن وربما تستمر حتى بعد ساعة من الآن بين دار الرئاسة اليمنية وعدد من العاصم الخليجية بهدف الخروج من هذا المأزق والتوصل إلى حل الصحيح أن الكرة الآن هي في مرمى الطرف الخليجي إما أن يستمر في مفاوضاته مع الرئيس علي عبدالله صالح وإما أن يسحب هذه المبادرة تماما أما المعارضة فتقول أنها لم يعد لديها ما تقولها الآن هي المعارضة كما نفهم موافقة على هذه المبادرة بحذفيرها لكن الشارع الشاب من هم موجودون في صحة التغيير يرفضون المبادرة أنور برمتها ماذا يعني ذلك؟ كما شاهدت خلال الأيام القليلة الماضية كل التظاهرات في عموم اليمن كانت ترفع شعارا واحدا وهو رفض المبادرة الخليجية لأنها لا تضمن شيئين التنحي الفوري للرئيس وعدم ملحقته قضائيا في المستقبل لهذا السبب الشباب في معظم ساحات الثورة في اليمن يرفضون أي مبادرة سواء الخليجية أو غيرها ما لم تضمن التنحي الفوري للرئيس وملاحقته قضائيا على أمل أن يتضيح الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة شكرا لك أموال العنسي